مشاهدين الثامنة صباحا وما وعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحمالة ويتفضل يا هالة شكرا جمانا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم بزيارة تفقدية للكلية الحربية صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الإفريقية شملت أنجولا وزنبيا وموزنبيق في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري وتضمنت جولة الرئيس السيسي المشاركة في قمة تجمع الكوميسا بالوساكا حيث سلمت مصر رئاسة التجمع لزنبيا بعد عامين من الرئاسة الناجحة كما شهدت الجولة توافقا مصريا مع زعاماء أنجولا وزنبيا وموزنبيق وكذلك مع زعيمي كينيا وملاوي الذين التقاهم الرئيس السيسي على هامش قمة الكوميسا وتم التوافق على العمل المكثف خلال المرحلة المقبلة لترجمة علاقات التأخي والمودة التاريخية بين مصر وأشقائها إلى خطوات عملية مدروسة لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري ونقل الخبرات التنموية في مجالات عدة وشهدت الجولة أيضا توافقا في الرؤى حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما ضرورة حل وتسوية نزاعات وتوجيه موارد القارة نحو البناء والتنمية قام نادي المدربين ولجنة البروتوكولات بتنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقديم تدريبات مكثفة على مدار ثلاثة أيام لقيادات الهيئة العامة لتعليم الكبار من أجل رفع مهارتهم وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين التنصيقية والهيئة وخلال اليوم الأول قدم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنصيقية تدريبا بعنوان القيادة وإدارة الأزمات وفي اليوم الثاني قدم كل من إبراهيم رمضان عضو التنصيقية تدريبا بعنوان التأهل لجائزة التمييز الحكومي والنائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن التنصيقية تدريبا عن الجودة والتمييز المؤسسي فيما اختتم التدريب في اليوم الثالث النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن التنصيقية بمحاضرة عن العمل الجماعي والاتصال أعلن الجيش السوداني الموافق على مقترح سعودي أمريكي على الدخول في هدنة لمدة 24 ساعة اعتبارا من اليوم وأكدت القيادة العام للقوات المسلحة السودانية التزامها الكامل بالهدنة مشيرة إلى احتفاظها بحق التعامل مع أي خروقات قد ترتكبها قوات الدعم السرية خلال الهدنة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتحدث بعد إلى المدى العام ماريك جارلند منذ توجيه الاتهامات إلى الرئيس السابق دونالد ترامب هذا وكشف ممثل للدعاء في الولايات المتحدة عن لائحة اتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب شملت 37 اتهاما منها تعريض بعض الأسرار الأمنية الأكثر حساسية في البلاد للخطر بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021 وجاء في لائحة الاتهام الاتحادية أن ترامب لم يحسن التعامل مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي الأمريكي السري وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم اخترت روسيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستهداف أحد موازعات محطة زابوريجيا الكهروذرية بضربة من طائرات مسيرة وقالت وسائل إعلام روسية إن موسكو أرسلت إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافيال جروسي رسالة مفادها أن ضربات طائرات مسيرة نفذت اتجاه مجموعة محولات في المحطة التي كانت تستخدم مسبقا لتوفير مصدر طاقة احتياطي مشيرة إلى أن خبراء الوكالة يعتزمون تقديم تقييم مستقل لهذه المعلومات ورياضيا تتوجه أنظار العالم مساء اليوم للمواجهة المرتقبة التي تجمع منشستر سيتي الإنجليزي مع انتر ميلان الإيطالي في نهاي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أستاذ أتاتورك الأولمبي في اسطنبول ويلتقي سيتي بقيادة مدربه الإسباني باب جوارديولا مع انتر ميلان بقيادة مدربه سيمواني نزاجي في أول لقاء يجمع بين أعمى وتطلع سيتي للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعد أن سبق له الصعود الببارات النهائية مرة واحدة من قبل لكنه خسر على يد مواطنه تشلسي في نسخة عام 2021 أما انتر ميلان فيصعى لحصد لقبه الرابع في البطولة الأوروبية بعد أن توج باللقب ثلاث مرات انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل